بتاريخ ستة عشر مارس الفينسيس باتعليمات من هذه النيابة العامة بإعادة تشخيص وقائع الجريمة بمكان ارتكابها وقد تبين من قبل نتيجة البحث أن الوقائع المتعلقة بهذه القضية لا تكتسب أي طابع سياسي ولا علاقة لها بالجريمة المنظمة عبر الوطنية أو بالجريمة الإرهابية وأن دافعها الرئيسي تقليدي محر مرتبط بالجنس والمال والرضبة في الانتقاب وبعد تقديم المشتبه فيهم صباح يومي سمع عشر مارس الفينسيس قررت النيابة العامة فتح مطالبة إجراء التحقيق في مواجهة المبتهمين الثلاثة لنأجل ارتكابهم جناية تكوين عصابة إسرامية والقتل عنها مع صبت الإسرار وقت الصدوة والمشاركة في ذلك وحمل سلاح ظاهر بدون تخلص إلى آخر ولا يفوتني أن أتوجه بالشركة للمكتم المركزي للأبحاث القضائية على المجهودات التي بدلها عناصره لتنسيق مع عناصر الفرقة الوطنية للشركة القضائية للدار البيضاء والمصلحة الملائية للشركة القضائية كذلك بكل اكتبار وخلفية من أجل فك لغز هذه القضية في زمن قياس وإذ أنهي إلى الرأي العام مضمون هذا البلاء أؤكد أن النيابة العامة لدى التنستئناف للدار البيضاء ستظل رفعة مختلف مصالح السلطات الأمنية المختصة وفية لخدمة المواطن وضمان أمره القضاء وفق ما يحبه ويرضى صاحب الزلالة والمهابة الملك محمد السادس أيده الله ونصره وشكرا على حضورك المكثف شكرا على الحمدث ترجمة نانسي قنقر شكرا